بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن اهم الرموز او التفسيرات المتعلقة بالبحر او برؤية البحر. هنفسر معظم الرموز اللي احنا بنشوفها اه في المنام وتكون متعلقة بالبحر. اولا رؤية البحر في المنام من الرموز اولا اللي بتدل على سفر او انتقال من مكان لمكان. الشخص لما يشوف نفسه ان هو ماشي على شط البحر فده بشارة بالشفاء وكمان بصحة. البحر كمان من الرموز اللي بتدل على فك قرب او هم. اه الميا الملحة اه من الرموز اللي بتدل على رجل اه شوية ممكن تكون رجل ظالم رجل قاسي رجل غير مؤمن. اه كمان اه الميا العزبة في في المنام. اه من الرموز اللي بتدل على ساعة في الرزق. اه نزول البحر والخروج اه منه. ان يشوف الرأي انه نزل البحر وبعدين خرج منه تاني. فده تفريغ اه لقرب. اه ممكن اه يمر بيها الرأي. الشخص ان يشوف نفسه في المنام ان هو اه بيعبر البحر وبيوصل لبر التاني او للشط التاني. فده نجاده اه من هم نجاده من شيء بيشغل باله. كمان اه وصوله اه لامنية او لطموح او لهدف. هو بيتمناء وبيسعى ليه. الوضوء من مية البحر. اه لما يشوف الرأي ان هو بيتوضى من مية البحر فده زوال هموم. وفرج. اه الفتاة العزبة اما تشوف اه تشوف البحر بشكل عام هادي. اه فبشارة ليها بالزواج عن قريب. البحر كمان من الرموز اللي بتدل على اه قر اه او قرب الرأي من الله سبحانه وتعالى. او التزامه او تدينه. اه المرأة المتزوجة لما تشوف بحر فبشارة ليها بحمل. اه يعني هيكون حمل عن اه قريب. وفي الغالب يعني اما لو المرأة اه حامل بالفعل. اه فبشارة ليها بمولود وهيكون في الغالب زكر. والله اعلى واعلى. اه لو المرأة المتزوجة شافت ان هي بتمشي على اه يعني بتمشي فوق المية. اه فده اه من الرموز اللي بتقولها على زوال قرب لها وهم. اه كمان لو شاف الرأي ان هو اه بيمشي على المية. فبرضو دي من الرموز اللي بتبشر الرأي باستجابة دعوة. كمان المشي على المية اه من الرموز المبشرة بتحقيق اه امنية او بتحقيق شيء الرأي بيتمنعه بيسعى ليه. اه كمان الرجل لما يشوف ان هو ماشي على المية. فبشرب منصب جديد اه في عمله او ترقيه هو هيحصل عليها. المية العكرة ان يشوف البحر ميته اه عكرة. فدي زنوب ومعاصي اه هو هيرتكبها للأسف. كمان المية العكرة في المنام بتدل على هموم وعلى قرب للرأي. اه كمان المية العكرة بتدل على اه مصائب ومخاطر محيطة بالرأي. البحر اللي يعني ما يشوف الرأي ان فيه موب جدير او البحر مش هادي. اه فدي شوية بتدل على مشاكل ممكن اه يتعرض ليها الرأي. لو شايف ان رأي ان هو غيرق في البحر. الغرق للأسف بتدل على اه مشكلة هو هيمر بيها ولكن اه يعني هيعدي منها او هيخرج منها. البحر كمان من الرمز اللي بتدل على تحقيق احلام او تحقيق هدف. اه الشرب من ميت البحر لو كان الشخص غير متزوج فبشارة ليه بالزواج. البحر الهادي اه ته استقرار اه في الحياة بشكل عام. توقف في حياة العملية او في الحياة الشخصية. لما يشوف ان البحر مستحم وفي ناس كتير فيه او او عليه. اه فدي مشاكل كتير قوي اه او مشاكل صعبة هيمر بيها الرأي. لما يشوف ان البحر ناشف مفهوش اه مية. فده معناه انه هيمر اه بازمة مالية شوية هتكون سيئة. كمان هيمر اه ممكن يعني كمان تدل على حالة عاطفية غير مستقرة. يعني هيكون فيها سراعات وتحديات سواء اه يعني لو كانوا متزوجين او كانوا اه مخطبين. اه كمان البحر الناشف من الرموز اللي بتدل على تأخر اه في الولادة او تأخر في الحمل او اه حياة صعبة اه لو كانت امرأة يعني هتبقى حياة صعبة اه مع زوجها. كمان البحر الناشف للفتاة للأسف بتدل على تأخير اه زوج. اه كمان البحر الناشف دليل على حالة مادية سيئة هيمر بيها الرأي. اه كمان رؤية اه البحر او شط البحر كمان اه بيدل على شفاء للمريض ان يشوف المريض او الرأي اه ان هو ماشي على شط البحر ولو كان هو مريض فبشارة ليه اه بالشفاء. اه كمان اه بشارة ليه بعودته لحياته قبل كده. حياة مستقرة حياة اه يعني اه هادية. لو شاف البحر اه ان هو اه يعني فيه امواج كثير او في اه او هائج اه فدي مشاكل هيمر بيها وكمان بتدل على حياة غير مستقرة. اه شط البحر كمان لو كان الرأي شاف شط البحر شكله حلو وشكله كده يعني اه الموج هادي وشكله رومانسي فا اه دي من الرموز اللي بتدل على سعادة في حياته اه بشكل عيام ولو اه متزوج فسعادة في حياته الزوجية. اه كمان رؤية البحر الهائج كمان من الرموز اللي بتدل على سلطة او سيطرة او نفوذ للرأي. البحر الهادي ده استقرار وطمأنينة اه وكمان اه ثقة وقوة اه للرأي. لو شاف من الرأي ان هو خايف من البحر فده قلق وخوف وعدم احساس بالامان من من المستقبل. كمان الخوف والغرق. الخوف من البحر والغرق في البحر من الرموز اللي بتدل على مشاكل كتير هيمر بيها الرؤية. آآ ده كده باختصار رؤية البحر. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال فتقولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة